جزيلا لك الحرب السورية بتواصلة وتمتد من حمى إلى دير الزور وحلب وصولا إلى الريف الدمشقي حي جوبر شهد معارك عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة المسلحة ترافقت مع قصف عنيف من قبل قوات النظام أدى إلى مقتل سبعة من مقاتلي المعارضة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض وفي حمص دائما نبقى حيث أعلن محافظ المدينة عن تسوية أوضاع 38 مدني يوقف لدى خروجهم من مدينة حمص القديمة لدراسة كما يقول أوضاعهم واتجهوا إلى أماكن يرغبون بها بموجب اتفاق إطار العملية الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة الملف السوري سيكون الحاضر الأكبر غدا على طاولة مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار عربي غربي لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري مع السمرار الغموض في موقفين موسكو وبيكين عن هذا الموضوع كان معنى المحلل السياسي أحمد فتحي في نشرة سابقة الاعتراض الروسي هو على نقطة تحديدا وهي فرض عقوبات على الطرف الذي يتسبب في تعويق وصول المعونات الإنسانية هذه النقطة لا ترضي الجانب الروسي وأبدو اعتراضهم عليها في أكثر من محفى سواء عن طريق وزير الخارجية لفروف سواء عن طريق المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشيركن وهم حتى الآن لا يوجد أي بوادر على أنهم سيتنازلوا عن هذه النقطة ولكن في الكواليس تجري مشاورات بين الدبلوماسيين الغربيين والروس والصينيين في محاولة لرأب الصدع والوصول إلى توافق قبل التصويت غدا وقد تم تأجيل التصويت من اليوم إلى الغد حتى يتع فرصة أكثر للمباحثات مشروع القرار يؤكد على سيادة الحكومة السورية ووحدة أراضيها فأنا لا أتصور أن يفترض أن ترسل المعاونات بدون موافقة الحكومة السورية هذه أولا النقطة الثانية الجانب السوري كما رأينا في مونترو وفي مباحثات جينيف أبدأ ليونة بعد الشيء ووافق على أن تصل المساعدات الإنسانية ولكنه تراجع ثم وافق مرة أخرى فالجانب السوري مواقفه ليست متصقة طوال الوقت مع ما يوعد به وما ينفزه على الأرض كان هذا المحلل السياسي أحمد فتح معلقا على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفترض أن يصوت عليه المجلس غدا ترجمة نانسي قنقر